اشتركوا في القناة في مباراة نيجيريا ومصر خسارة مصر بهدف مقابل لشيء لكن بالتأكيد مباراة للنسيان في جميع جوانبها حالة النهاردة بالتأكيد هتناقش نتيجة مباراة مصر ونيجيريا وكل التفاصيل الخاصة بالمباراة وأيضاً كمان آخر الأخبار والكواليس من كأس الأم الإفريقية في الكاميرون كمان هنتكلم على مباراة الأهل والجونة واستعداد الأهل لأولى المباراة غداً في افتتاح لقاءات كأس الربطة أمام الجونة سنعة 2.5 على ملعب الأهل والسلام والنهاردة التدريب الرئيسي والختامي وبعض مباشرة سيكون فيه توجه لمعسقر مغلق استعداداً لمباراة الغد حالة فيها كواليس وتفاصيل مهمة جداً وهنتكلم عن أمور مهمة جداً بالتأكيد كل السادة المشاهدين منتظرين يسمعوها من خلال برنامج التريند لكن بسرعة نروح لسؤال حالة اليوم وسؤال حالة النهاردة بالطبع عايقوا لي علاقة بمباراة مصر إمبير عايز عرف رأيكم في أداء منتخب مصر أمام نيجيريا ومين يتحمل خسارة المنتخب بالأمس أمام المنتخب النيجيري شاركوا معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحات القناة بالسوشيال ميديا صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام وفي الفقرة الأخيرة أخذ كل الأراء والمشاركات بالتأكيد مهم جداً نسمع كل أراء الناس بخصوص نتيجة وأداء مباراة مصر ونيجيريا لكن خلونا نبدأ حلقتنا بأهم العنوين في ترند الأهلي الفريق يختتم تدريباته استعداداً لجونا بكأس الربط وفي الترند المحلي الأشعة تثبت إصابة أقرم توفيق بقطع فروباط الصليبي وأخيراً المنتخب يبدأ الاستعداد لمواجهة غنيا بيساو عشان وقتنا نروح بسرعة عليه مباريات اليوم والنهاردة في مجموعة من المباريات سواء الإفريقية أو المحلية أو الأوروبية نبدأ بمباريات كاسلوم الإفريقية منذ قليل انتهت مباراة تونس ومالي بفوز المنتخب المالي بهدف مقابل لشيء مباراة كانت فيها أحداث كثيرة جداً ركل الجزاء طبعاً وهب الخزر ضيحها مع المنتخب التونسي جانيس كازو الحاكم الزنبي صفر في ديئة 85 كان فيه مشكلة في التايم عنده في الساعة رجع كامل المباراة صفر في ديئة 90 كان فيه خناء على مشكلة الوقت الإضافي لكن مشاكل التحكيم وفيه مشاكل كبيرة جداً فيه خاصة بكاسل أم الإفريقية ساعة 6 بعد أقل ساعة من الآن موريتانيا هتواجه جانبيا في إطار نفس المجموعة مع تونس ومالي وبالطبع مباراة مهمة جداً للمنتخب الموريتاني نتمنى له التوفي يا ربي أمام المنتخب الجانبي ساعة 9 ختام مباراة اليوم غينية الاستوائية أمام كودفور وهذه المباراة ضمن مباراة المجموعة اللي فيها المنتخب الجزائري مع المنتخب السيريليوني واللي انتهت بالتأكيد ما بين المنتخبين بالتعادل السلبي صفر صفر نروح للمباراة المحلية والنهاردة أولى مباراة كأس الربطة هذه البطولة الجديدة من ربطة الأندية المصرية المحترفة في مباراتين اتلعبوا الساعة 2.30 أستر كومباني كسب أستر كومباني 3.0 والمصري خسر من المقصة 3.0 أيضاً بيرمتز والاتحاد المباراة بتتلعب في هذه اللحظات ودي تالت مباراة اليوم النهاردة في كأس الربطة إن شاء الله كأس السوبر الأسباني يمكن النهاردة الساعة 9 يمكن الناس مش واغدة بالها أو في فجرة النهاردة مباراة الكلاسيكو ما بين برشلونة وريال مدريد لكن هذه المباراة هي مباراة الدور نصف النهائي في كأس السوبر الأسباني اللي بتتلعب في السعودية والمباراة النهاردة الساعة 9 بتوقيت القاهرة أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض وفقر الترند الترند وعندنا تفاصيل مهمة جدا خاصة بأخبار منتخبنا الوطني في الجروة أهلا بحضركم من جديد وفقر الترند الترند النهاردة أبرز حاجة معنا بالتأكيد مباراة مصر ونيجيريا والمشكلة مبارح ما كانتش في النتيجة وارد جدا تخسر مباراة وارد جدا تفقد الثلاث نقاط في مباراة المجموعة نسبة تأهلك من المجموعة يعني مؤكدة بنسبة كبيرة عندك مباراة غينية بيساو السودان في المباراة الجولة الثانية والثالثة إن شاء الله ست نقاط يضمنوا لك التأهل وعتقابل فرقة قوية بدأة من دور الستواشر كل ده معروف وكل ده متوقع لكن المشكلة بالنسبة لنا مبارح ما تش مبارح كان سيء في كل شيء مدرب تحكيم تعليق كل حاجة مبارح كانت غلط كل حاجة مبارح كانت غلط في مطش مصر ونيجيريا مدرب مش عارف إزاي يلعب مع منتخبنا الوطني مش عارف إمكانيات اللعبة اللي معاه تحكيم سيء جدا بالمناسبة أنا مش بقول إن التحكيم جوز لا تحكيم سيء لكن طبعا مبارح الأخطاء الفنية كانت أكتر وأقوى من الأخطاء التحكمية التعليق يعني حد سوى لحرج الناس خلاص ذي اتأسسة من الفكرة دي والحديث فيها كتير لأن ما فيش فايدة يبدو إنه ناس يعني إيه ما فيش فايدة في الجوزئية دي خلاص التعليق هيفضل سيء طول ما معاشين بالشكل السيء اللي احنا بنشوفه في المباريات المتعلقة سواء بمباريات مصر أو مباريات الأهل حتى في البطولة الإفريقية من خلال يعني التعليق اللي احنا بنسمعه للأسف يعني في السنوات الأخيرة أو في الفترة الأخيرة تحديدا يعني لكن زي بقولتلكم بارح النتيجة مش هي المقياس المقياس مبارح إن بالنسبة لنا احنا كانت مفاجأة إن قرر الساكرش بعد الفترات دي كلها والتجارب دي كلها لسه مبارح بيغير في مراكز اللعيبة إنت مبارح مفيش حد في المنتخب لعب في مركزه إلا محمد الشناوي وإحمد حجازي ومحمود الوينش الكل بلا استثناء مش في مركزه حتى المنطق بتاع الكورة نفسه إن اللعب لما يكون راجع من صريبي بعد 9 شهور ولسه ملعبش حتى شوت كامل مع أستون فيلا تبدأ بمبارح في جروة في منافسات كاسو الأمم مباراة قوية أمام نيجيريا من أول ديقة إن كارلوس كوريش يبدأ بمحمود تريزيجية دي كانت بالنسبة لنا كلنا كانت مفاجأة حتى لو التشكيل المتوقع كان كل بيقول تريزيجية من خلال اللي شفناه فيه التدريبات قبل المباراة لكن هو الراجل كان بيخالف كل الواقع وبيخالف كل المنطق تحس كده وده الشعور ده ابتدت خلاص أتأكد منه إن كارلوس كوريش جاي يعمل مباراة احتزاله في مصر يعني هو كان مدرب اسم كبير جدا في عالم التدريب الراجل ده يمكن ضرب منتخبات وعمل نتائج مميزة جدا لا غبار عليه ولكن في اللحظة اللي احنا فيها دي وفي التويت اللي احنا فيه أنا بقى عندي يقين أن كارلوس كوريش جاي يعتزل التدريب في مصر أو جاي يعلم احتزاله في مصر هي دي آخر مرحلة ليه مع منتخب مصر سواء تأهل كاس علم أو ما تأهلش لو تأهل بعمل إنجازه ومجد شخص ريه يقولك أنا تأهلت مع خمس ستة منتخبات للمونديال ومحدش عمل ده ده وبعدها يعلن اعتزاله التدريب ده الإحساس اللي أنا حاسه نوع عمل يجرب اللعيب حتى في مباراة كاسو الأمم لأنه هو كل الهدف اللي بيشتغل عليه مرحلة البلي اوف في الدور الفاصل لو ده تفكيره وده المنطق وده اللي تقاله تبقى أكبر خطأ وأكبر مشكلة ممكن تواجه منتخبنا الفترة الجاية لا بيسمع لمعاونين لا بيسمع للكابتن واق الجمعة بما أنه له خبرات في بطولات الأمم الإفريقية وعنده خبرات كبيرة جدا سواء فنية أو دارية الرجل شغل بدماغه وبيعمل حاجات يعني ما لهاش علاقة بالواقع مصطفى محمد بيلعب هاف رايت أو وينج رايت محمد شريف كان بيلعب وينج رايت خسراً بتنزل رأس حربة في الديها 90 حاجات ما كانتش ليه علاقة بالواقع أو بالكورة أساساً يعني طيب أروح للنقطة تانية وهي إصابة أكرم توفي اتحاد الكورة أعلن النهاردة أو أعلن منذ لحظات إصابة أكرم توفي بقطع في الروباط الصليبي للأسف وأحمد فتوح عنده شد في عضلات الساق إصابة أكرم توفي أنا يعني آه الإشاعة والمنتخب أعلى نتيجة الإشاعة لكن أنا عندي يقين بإذن الله إن شاء الله أكرم خلال الساعات القادمة لازم يكون في القاهرة ويجري فحوصات تانية لأن أشعة الرانين المغناطيسي الإمكانيات الطبية في جروة أنا من المبارح بقول ده وبأكد على ده جماعة يعني لا مش مؤكدة المكان هناك طبعا غير مؤهل طبيا مبارح حتى في بيان المنتخب لما أعلن إن مبارح تعذر إجراء الأشعة بسبب الظروف هناك وتعطل الجهاز والنهاردة لما عملها الجهاز أثبت أنه عنده قطع في الروباط الصليبي لسه عندي أمل ولا واحد في المية يرجع أكرم إن شاء الله للقاهرة ونعمل أشعة رانين ونتأكد من إصابة يعني أكرم توفيق خلال الفترة اللي جاية لكن الأشعات هناك والظروف الطبية يعني أنا واثق وعارف أن أروحت جروة أكتر من المرة وعارف الأمور هناك عاملة إزاي أتمنى يا ربتك أن نتيجة الأشعة غلط ويرجع أكرم وتبقى الإصابة يعني أخف من كده بكتير حتى لو أعتيجي على جزع في الروباط الداخلي للرجبة وقف ألف سلامة كمان على أحمد فاتوه عند شد في عدلات الصق وبرضو سمعت إنه هو لعب ومصاب لأنه كان قبل المباراة بيوم واثنين كان عنده إصابة وما كملش تدريبات لكن فجينا أنه هو بادي المباراة طيب أروح لحاجة ثالثة كمان متعلقة بقى بالنهاردة تصرحات للحاجة عامل حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة لما بتكلم على الشرط الجزائي لكارلوس ساكيروش أنا مش هتكلم عن أرقام بيقبض 130 ألف يورو هو الجهاز بيقبض هو 80 ألف والجهاز 50 قصتي مش قصة أرقام هو عصة لما كان بيتفاوض مع جنوب إفريق بيتفاوض على 50 و60 ألف دولار قبل ما يجي حتى منتخب مصر لكن أدبياً احنا تعلمنا كده وشفنا كده في كل السنين اللي فاتت أدبياً لما يكون فيه مسؤول أو شخص بيدير لجنة أو بيدير مكان لمدة شهر أو اتنين لما بيجي يعمل تعاقد بأرقام مالية كبيرة أدبياً مش باتكلم قانوناً كمان لا باتكلم أدبياً لازم يرجع للجهات المختصة للصرف على هذه المبالغ على الجهاز الفني اللي عقده ممتد معنا لغاية نهاية عشرين اتنين وعشرين إذا وصلنا لكأس العالم الناس تقول لي ما هو متعاقد معنا على مراحل وفترات آه أوكي متعاقد معنا على مراحل وفترات إنه هو مثلاً إيه لو تصدر المجموعة في تصفيات كأس العالم لسه عنده مرحلة بلي أوف فما ينفعش تفسخ الشرط الجزائي وتتفعل الشرط الجزائي لكن كمان فكرة إن منافسات كأس الأمم نظهر بالمستوى ده وما ينفعش تحزبه عليها دم الصح ولما تقول الشرط الجزائي سنة ونص تبقى للتصرحات اللي قال الحج عامر حسين ده مش منطقي لما تيجي تمضي أو تعمل عقد بالشكل ده مع مدرب وانت ماشي بعد شهر أو اتنين أدبياً لازم ترجع لجميع الجهات المختصة في هذا الأمر عشان الناس كلها تبقى عارفة إيه اللي بيحصل في هذا الموضوع كل التوفير المنتخبنا مباراة غينية بيساوي السودان إن شاء الله نكسب ونكمل بس هي الشكل العام والصورة مش حلوة خالص بصراحة للي شفناه بارح لقيمة ومكانة واسم مصر في المحافل القرية والدولية أخرج الأفاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض لسه عندنا الكلام خاص بمنافسات كأس الأمم الإفريقية أهلاً بحضراتكم من جديد والحديث عن منافسات كأس الأمم الإفريقية في فقرة تريندو أولاين تريندو أولاين النهاردة هيكون معنا مفاجأة مهمة جداً مع إحدى طبعاً الصحفيين المتابعين بشكل مهم جداً لمنافسات كأس الأمم الإفريقية وكانت سبق لها تقديم حفل قرأة كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون قبل شهور من الآن المنافسات اللي بدأت هذه الفترة وبالتأكيد حديث مهم جداً عن هذه البطولة وأيضاً كمان حديث عن مباراة ناجيريا ومصر بالأمس وهنتكلم كمان عن مباراة أو تولي بيتسو مسماني لقيادة الأهلي خلال الفترة القادمة بصفته أكبر مدربي القارة وجهة نظر الإعلام الإفريقي لتولي مسماني تدريب الأهلي خلال الفترة اللي جاية كل ده من خلال تريندو أونلاين عبر السكايب مع الإعلامية والصحفية ميمي فواز بالتأكيد الإعلامية في بي بي سي البريطانية وأيضاً كمان سبق لها تقديم حفل قرأة كأس الأم الإفريقية في الكاميرون خلال الفترة الماضية ميمي برحب بيك على شاشة قناة الأهلي وبالتأكيد شاشة النادي الأهلي أكبر نادي ونادي القرن في إفريقيا أنا سعيدة لأن أكون معكم اليوم طيب في البداية عايزة أعرف انطباعك على مباراة الأمس في البداية مباراة نيجيريا ومصر وتقييمك لمشهد المباراة بالأمس وفوز نيجيريا بهدف مقابل لا شيء نعم كانت مباراة مثيرة للغاية لأنه قبل المباراة كانت هناك الكثير من الأشخاص كانوا يرون أن مصر هي القادرة على فوز بالمباراة لأن نيجيريا منذ شهر فقط كان تم تبديل المدرب لهم وتم تغيير المباراة وكان هناك أيضا الكثير من اللاعبين المميزين كانوا غائبون عن المباراة إيماليول دانيس وأيضا إيغالو وبعض اللاعبين لم يحضروا المباراة لم يشاركوا في المباراة لهذا نيجيريا لم تكن من الفرق التي يمكن أن تفوز بهذا المباراة وكان من المثير الاهتمام الاستراتيجية التي وضعها المدرب في هذه المباراة وكان هذا ما كان ينتظره الجماهير جماهير نيجيريا لم يروا الجماهير لم ترى هذه الاستراتيجية منذ فترة طويلة وكيف اللاعبين استطاعوا السيطرة على محمد صلاح وسيطرة على المنتخب المصري وأيضا الكثير من الجوانب التكتيكية فيما يتعلق بالمنتخب النيجيري وأيضا الاستراتيجيات التي تتبعها في المباراة وكانت هناك الكثير من النقاط التي استطاعوا من كلالها السيطرة على المباراة وكان هناك مراكز مميزة أيضا للاعبين في المنتخب النيجيريا بشكل عام طيب مني برضو عايز أعرف توقعاتك لشكل المجموعة والفرق المتأهلة للمرحلة القادمة بعد مباريات الأمس ومباريات حتى المجموعات خلال هذه الفترة شايف مين اللي ممكن يتأهل من هذه المجموعة مجموعة مصر ونيجيريا والسودان وغينيا بيساو وأيضا فرص المنتخبات اللي ممكن تكون موجودة في الأدوار النهائية بالتأكيد أنا ما زلت أتوقع نيجيريا أن تتأهل من هذه المجموعة خاصة بعد الأداء الذي حققوه بالأمس وأنا أستطيع أن أقول أيضا أن مصر أن تستطيع أن تتأهل أيضا في المباريات القادمة فمصر لديها محمد صلاح وهو أحد أفضل اللاعبين في العالم الآن ويستطيع أن يغير مسار الأمور ومجريات الأمور ولم تكن لديه فرصة كبيرة بالأمس ولكن بتأكيد أستطيع أن أقول أن نيجيريا ومصر ستتأهلان أريد أن أعرف تعليقك وأنت بتأكيد متابعة بشكل جيد جدا لتنظيم الكاميرون لمنافسات كأس الأمم الإفريقية تعليقك على التنظيم استضافة الكاميرون لهذا الحدث لقد رأينا ملاعب هائلة في الحقيقة والكاميرون استطعت أن تقدم عمل جيد للغاية لو تبعنا الأستاذ الذي لعبت في نيجيريا ومصر أمس والملعب كان جيد للغاية وكانت هناك أيضا الأستاذ الأوليمبي الكاميرون فعلت قصارة جهدها في هذه المباراة في ظل كل التحديات وتحدي كورونا وجائحة كورونا أعتقد أنهم فعلوا أفضل ما لديهم وكانوا يحاولون التأكيد على أنهم قادرون على تقديم هذه المباراة وتقديم هذه البطولة وهناك أيضا الإجراءات الإجراءات الاحترازية المتعلقة بحضور الجماهير في الأستاذ وأن يتم الكشف عليهم وعمل المسحات وأيضا هناك اللقاحات فهناك إجراءات كثيرة اتخذتها الكاميرون ميمي أنت كنت قدمت حفل استضافة الأرعة أرعة منافسات كأس الأهم الإفريقية قبل شهور وكنت موجودة في يوينزي وفي دولة من خلال متابعتك للأرعة وشفت المباراة حتى هذه اللحظة إيه اللي ممكن تقولي أو ترشحي منتخب للمباراة النهائية أو منتخبين يكونوا هم طرف المباراة النهائية من دلوقتي إذن أنا قدمت بالفعل هذه القرعة وكانت الأمور صعبة للغاية لأن مع بطولة الأمم الإفريقية الموضوع صعب للغاية كل شيء ممكن أن يحدث لا أريد أن أعطي تكاهنات مئة بالمئة لا أستطيع أن أضع مصر جانبا فهي بطل من أبطال إفريقيا لا أستطيع أن أترك الجزائر على سبيل المثال فالجزائر ستحاول أدفها عن اللقب نيجيريا ستحاول أيضا الحصول إلى النهائي كل هذه العوامل يجب أن نضعها في الاعتبار الأمور لا تقص فقط بالمباراة الأولى هناك أيضا الكثير من الأمور التي يمكن أن تحدث لا أستطيع أيضا أن أنسى نيجيريا وهي بلدي كانت لديه مباراة هائلة بالأمس أمام ميس وكانت هذه واحدة من أفضل المباريات التي رأيناها لنيجيريا أعتقد مالي أيضا لديهم الفريق جيد يريدون تقديم الكثير المغرب أيضا تريد تقديم الكثير في هذه البطولة هناك الكثير من الدول ويمكن أن تكون هناك الكثير من المفاجآت آخر سؤال متعلق بكأس الأمم الإفريقية أنت التقيت بعدد من أساطير الكرة في إفريقيا سامويل إتو خليل وفديجة الحق جيوف واليوم كنت أعلنت أن ديدي دروك بالنهاردة وصل إلى الكاميرون لمؤازرة منتخب الكود ديفوار تعليق أساطير إفريقيا على منافسات كأس الأمم ورؤيتهم بالتأكيد للمستويات التي تتقدم خلال هذه الفترة هل يمكن أن تعيد لي أسؤال مرة أخرى؟ متابعتك لحضور أساطير الكرة الإفريقية وحدثهم عن منتخباتهم في كأس الأمم الإفريقية سامويل إتو مع المنتخب الكاميروني ديدي دروك باليوم وصل إلى الكاميرون لمؤازرة المنتخب الإفواري كنت سألت على همش القرعة الحق جيوف على فكرة من المنافس الأقرب للمنافسة للبطولة وهو قالت وقتها السنغل أبرز المرشحين عايز أعرف تعليقك على التصريحات ووجود أساطير إفريقيا مع منتخباتهم في البطولة نعم هاجي ديوف تحدث عن النهائي وتوقع أن يكون هناك الجزائر والسنغال هذا ما قاله لي عندما قدمت هذا الاحتفال أعتقد من المهم جدا أن يحضر هؤلاء النجوم الأساطير بتأكيد دروك با كما ذكرت وصل حتى يُعطي الدعم لكون ديوف والساحل العاق في إطار استعدادهم للعب المباراة اليوم وأعتقد هذا شيء هام جدا حضور هؤلاء الأساطير ودعم فرقهم شيء هام جدا لإعطاهم دفع معنوية وتشجيعهم هذا شيء هام جدا حدث هذا من قبل في الكثير من المباريات فهم يعرفون كيف تسير الأمور وكيف يكون الضغطة في المباريات طيب فرصة وانت معي وما ينفعش أسألك بالتأكيد على النادي الأهلي وانت من أقرب الناس المتابعين لفريق النادي الأهلي نادي القرن في إفريقيا وتولي الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني القيادة الفنية للأهلي كمدرب إفريقي لأول مرة بيتولى تدريب فريق النادي الأهلي عايزة أعرف رؤيتك لهذه الفكرة ومدى نجاحات تبيتسو موسيماني مع الآلي وتأثيرها كمان على الإعلام في القرى الإفريقية فريق هائل إنه فريق عملاق ليس فقط في الكرة المصرية ولكن أيضا عبر القرى السمراء لقد تابعت بعض المباريات في المغرب للأهلي وكانت هذه مباراة مثيرة الغاية وكنت هناك بالفعل في المغرب عندما كانوا يلعبون هناك وبالتأكيد كان من دوعي سروري أن أتابع بيتسو موسيماني كيف يدير الفريق هناك الكثير من الحديث عنه هنا الكثير يعرفونه في صناعة الكرة أعتقد أنه يقوم بعمل هائل ويقود الأهلي بطريقة هائلة ويضع خطط هائلة ويعرف كيف يدير الفريق هو خير من يدرب الأهلي وأيضا استطاع أن يقدم الكثير طيب نيمي أعيز أعرف رأيك هل متى نرى المدرب الأفريقي في أوروبا؟ هل ممكن بعد تجربة موسيماني مع الأهلي ممكن نشوف التجربة دي في أوروبا؟ أأمل ذلك أن نرى مدرب أفريقي سريعا في أوروبا المدربون الأفريقي يجب أن يتم تقديرهم بشكل كبير جدا ولديهم كل الاحترام وأنا أرجو أن نرى ذلك أن يتم إعطاءهم فرص كبيرة لأن يدربوا في أوروبا لأنهم يتم الاعتراف بهم على المستوى العالمي وأعتقد هناك فرصة ربما قريبا فهناك الكثير من الحديث حول إعطاء فرص للمدربين الأفريقي وأعتقد أن من بينهم بيتسو موسيماني ميمي فواز الإعلامية في البي بي سي أنا أشكرك على مشاركتك معنا عبر شاشة قناة الآلي وكل التوفيق لك خلال الفترة القادمة شكرا جزيلا للإعلامية ميمي فواز وحديثها عن منافسات تكاس الأمم الإفريقية وأيضا الحديث عن تجربة بيتسو موسيماني مع النادي الأهلي أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونبدأ نشوف بقى إزاي الأهلي بيستعد لمباراة الجونة والقايمة اللي ممكن يختارها بيتسو موسيماني لمباراة الغد في افتتاح مباراة كأس الربطة أهلا بحضراتكم من جديد والحديث عن الأهلي والترند الأهلي والاستعداد لمباراة الجونة نروح بسرعة نشوف السوشيال ميديا إزاي تكلمت على مباراة كأس الربطة أول حاجة معايا حساب الرسمي للوطن سبورت على تويتر واللي قالوا أن بيتسو موسيماني في قلق قبل مواجهة الجونة بكأس الربطة بسبب خمس لاعبين الفكرة في حد ذاتها أن هم بيكلموا على أن بيتسو موسيماني في انتظار نتيجة مسحة الخماسي رامي ربيعة وياسر إبراهيم بيرس التاول واسمك السوني أحمد نبيل كوكا عشان يقدر يختار القايمة اللي يلعب بيها مباراة الجونة في ظل طبعا نقص كبير جدا في صفوف اللاعبين خلال الفترة الأخيرة مباراة بكرة الساعة 2.30 على ملعب الأهلي والسلام نروح لي تاني حاجة معايا في تريند الأهلي الحساب الرسمي للأهرام بيتكلموا على أحمد عبدالقادر فحوصات طبية مكسفة للاعب الأهلي رغم سلبية المسحة للحاق بكأس الربطة كلنا نبرح شفنا الانستجرام الخاص بأحمد عبدالقادر وكان نشر صورة وقال الحمد لله نتيجة المسحة سلبية لكن في نفس الوقت أنا أكدت لكم بارح أنه يكون في فحوصات طبية لللاعب للإطمئنان عليه قبل ما ينزل للتدريبات أو خوض المباراة وده نفس الأمر اللي هيحصل مع بدر بنون خلال الفترة اللي جاية لأن الموضوع مش متعلق بإصابة الكورونا لقدر الله ممكن تعمل مضاعفات فلازم تطمئن بنسبة 100% على صحة اللاعب وده اللي احنا بنقوله أيضا بالنسبة لبدر بنون الناس ممكن عايزة تعرف مننا إيه إصابة بدر بنون إيه التشخيص مش هقدر أتكلم في ده حتى لو عندي معلومة اللي لما يرجع اللاعب للقاهرة ويخضع للفحوصات الطبية ونطمئن على بدر بنون خلال الفترة الجاية سهل جدا نسبة الناس ونعلن خبر ويبقى تريند لكن أهم من كل ده الدقة في المعلومة والإطمئنان على صحة اللاعب والحالة المعنوية أيضا للاعب كبير زي بدر بنون أروح لآخر حاجة معايا في تريند الأهلي وحساب كورا بلس النهاردة بيتكلمه على تصرحات الحج عامر حسين بيقول فيها إنه هو كشف حقيقة طلب الأهلي تأجيل مبارياته في كأس الربطة الحج عامر بيقول الأهلي لم يطلب تأجيل مبارياته في كأس الربطة رغم إصابات كورونا في صفوفه الكل يعلم أن البطولة بتعد إعدادا للتسويق وأيضا من ناحية الفنية في ظل طول فترة التوقف خلال الفترة القادم ده تريند الأهلي وأبرز الأمور اللي معنا النهاردة فيه فقرة تريند الأهلي أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونشوف قيمة الفريق والاستعداد لمباراة الجونة غدا أهلا بحضراتكم من جديد والحديث بشكل مفصل بقى وأكتر عن استعداد الأهلي لمباراة الجونة وأبرز الأخبار من تدريب الأهلي في ملعب مختار التيتش والتمرين انتهى منذ لحظات قليلة والفريق يستعد للدخول في معسكر مغلق لذلك أزم مباشرة إلى ملعب مختار التيتش بجزيرة مع الزميل العزيز فاروق صلاح مرسل قناة الأهلي اللي بالتأكيد حاضر المراني النهاردة وعنده تفاصيل ومعلومات مهمة جدا في أكتر من ملف فاروق أولا برحب بيك على شاشة قناة الأهلي كل التحية لك محمد سعيد وكل التحية لك وكل التحية لكل مشاهدين ومشاهدة ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان قبل ما ادخل في أي تفاصيل انت موجود في قلب الحدث وقريب من الجهاز الفني والكابتن سايد وبيت سمو سماني آخر أخبار أكرم توفيق ومدى عودته إن شاء الله خلال الفترة القادمة ويجراء الأشعة مجددا لي لما يرجع القاهرة بإذن الله يعني بالفعل يا محمد خلينا أقولك أن في حالة من الحزن بتسيطر على الجهاز الفني واللعبين نظرا بعد علمهم بخروج الأشعة بسبوط صابت أكرم توفيق بقطع فيه الرباط الصليبي الأمامي لكن عشان نقرب للتفاصيل ونقرب الجمهور برضو يا محمد وحطك في الصورة حط مشاهدينا مشاهدي قناة النادي الأهلي في الصورة طبعا كل الأمور اللي أسيرت أمس كان كلها تشخيص مبدئي لكن أكرم توفيق تم إجراء الإشعة لي اليوم كان في تمام الساعة الثانية ظهرا تم إرسال الإشعة للنادي الأهلي تقدر تقولي يعني برضو يا محمد الإمكانيات هناك برضو ضعيفة يعني إمكانيات موجودة في الكاميرون إمكانيات ضعيفة جدا الجودة الإشعة مش بالصورة المطلوبة لكن يعني في الإشعة تقدر تقولي أنه قطع فيه الرباط الصليبي الأمامي لكن من المنتظر إن شاء الله يعني النادي الأهلي بيقوم بالتنسيق ليه عودة أكرم توفيق إن شاء الله يكون يوم السبت المقبل بمشيئة اللي لا يكون موجود في القاهرة لإجراء بعض طبعا الفحوصات والوقوف على كافة التفاصيل طبعا فيه أمور كتير جدا عايزة تطم من خلالها الجهاز الفني اللي النادي قال له جهاز الطب بقيادة الدكتور أحمد أبو عبلا الغضريف الأربطة الخاصة بالرقبة لكن المنتظر يعني محمد برضو يعني عشان أكون دقيق جدا في كلامي معك الجودة بتاعة الإشعة هناك مش بالصورة المطلوبة أنت عارف طبعا محمد أنت سبق ليك أنت تواجدت في الكامل وبالتحديد في جروة وعارف الإمكانية والإمكانات الصعبة جدا هناك لكن كل الأمور في الإشعة أنه فيه قطع ده المؤكد فيه في الإشعة وفيه قطع فيه الرباط الصليبي الأمامي طبعا الإجراءات النادي رأيلي كابتان صدعب حفيزي لكافة الأمور التنصيقية لعودة أكرم التوفيق إن شاء الله يكون يوم السبت المقبل يعني لحالة الحزن زي ما قلنا على الجهاز الفني على اللعبين لكن إن شاء الله يعني أكرم لأ واحد من العيبة الرجالة وإن شاء الله يعود أقوى من الأول وقدر الله ما شاء فعل أيضا نطمننا على بدر بنون وكل الأمور الخاصة في بدر بنون وعودته أيضا للقاهرة نطمننا برضو من خلال الدكتور رحمد أبو عبلي على اللعبين اللي كان بالأمس تم إجراء مسحة للعبين وتم ثبوت المسحة السلبية قبل نروح لمسحة كورونا إنه دلوقتي بتأكد أن أكرم توفيق هيعود للقاهرة إن شاء الله يوم السبت المقبل هل تحدد موعد عودة بدر بنون أيضا ولا لسه المعاد تحديدا ما تمش الاتفاق عليه غالبا يا محمد يبقى في نفس التوقيت يوم السبت المقبل أيضا مع أكرم توفيق كلها أمور التنسيقات التي بيتم لعودة اللعبين إن شاء الله يوم السبت المقبل طبعا الدكتور رحمد أبو عبلي بيتابع مع طبيب المتخب المغربي أيضا كافة التفاصيل والبرنامج اللي ماشي عليه للعب بدر بنون لكن تقدر تقولي محمد إن شاء الله بدر مع أكرم توفيق إن شاء الله يعودوا للقاهرة يوم السبت المقبل ما مشيت الله بإذن الله طبعا قبل ما روح لمسحة كورونا دكتور أحمد أبو عبلي عنده وصف معين لموضوع بدر بنون والله هو برضو منتظر يجي للفحوصات الطبية الدقيقة الفترة اللي جاية عشان أنا عارف إن فيه تساؤلات كثيرة لكن مهم جدا نستنى نتيجة الفحوصات الفترة الجاية على أمل نطمئن على صحة اللعب وأيضا كمان إمكانيات لحاقه بكاس العالم الأندير يعني برضو محمد هأكد عليك يعني نقول في غاية الأهمية لكن خلينا أكد عليك إن فعلا الإمكانيات هناك محمد ضعيفة جدا يعني الإمكانيات مش قادرة تساعد سواء الجهاز الطبي هناك للمتخب المصري أو الجهاز الطبي للمتخب المغربي لتحديد كافة الأمور لكن الدكتور أحمد أبو عبلا قال في انتظار قدوم اللعبين لإجراء بقى الفحوصات الأشعة الخاصة ببادر بنون وأكرم توفيق لتحديد فترة الغياب فترة الأمور أيضا الأمور اللي بتتم الأكرم توفيق التجهيز لإجراء العملية الجراحية كلها أمور نادي الآله يعني بدأ في الخطوات الإجراءات الخاصة بأكرم توفيق لكن أيضا في انتظار إجراء المزيد من الأشعة لإجراء المزيد من الفحوصات زي اللي هوضحت لك يا محمد أنت عارف أن المكان بيبقى فيه لا قدر الله ممكن يبقى فيه إصابة في الغضاري في أربطة لا وكمان يا محمد مكان الإصابة أنت بتنتظر هل الرباط الصليبي الأمامي هل قدر الله فيه حاجة في الغضاري في الأمور دي كلها الأمور دي يا محمد ما تتضحش في الإشعة اللي وصلت من الكاميرون لكن التشخيص أو أظهرته الإشعة هو قطع في الرباط الصليبي الأمامي لأكرم توفيق طيب مسحة الكورونا وتفاصيل بقى عودة الخماسي خلال الساعات القادمة لو عندك جديد يا فاروق بالأمس يا محمد كان الجهاز الطبي أجرى المسحة للعبين وتم ثبوت سلبية مسحة تجميع للعبين يعني عودة اللعب أحمد نبيل كوكا طير محمد طير وأيضا اللعب رامي ربيعة طبعا مستر بيتسو موسيماني فضل أنه يريح اللعبين ودي اللعبين مزيد من الراحة النهاردة يعني أيضا المجموعة الموجودة في المران طم إجراء مسحة لها وبالأمس أيضا ظهرت المسحة السلبية للعبين لكن هيبقى فيه أكتر من 12 أو 13 لعبة محمد هتشهدوا مقايمة النادل آلي من قطاع النشئين هيكونوا موجودين في مباراة الجونة غدا بمشية اللعبة اللي هتقام على أستاذ الأهلوي السلام في تمام الساعة الثانية والنصف قدر أقولك النهاردة يعني تقدر تقول من اللعبة القبار في النادل آلي موجود طبعا علي لطفي مصطفى شبير حمز علاء وليد سليمان كريم فؤاد محمد محمد هاني محمود وحيد محمد محمود حسام حسن صلاح صلاح محسن تقدر تقول 11 لعب من القوام الأساسي للنادل آلي أو اللعبة للكبار يعني هيبقى موجود في القائمة أكثر من 13 لعب ما بين لعبي 2003 ولعبي 2001 نهاردة شوفنا مجموعة من اللعبين وأعتقد محمد بنسبة كبيرة جدا عدد كبير من النشيء النادل آلي هيكون في التشكيل الأساسي أو القوام الأساسي لفريق النادل آلي غدا في مواجهة فريق الجونة مصطر بيتسو موسيماني تكلم عن اللعبين ووضح للعبين أن يديوا فرصة على اللعبين أن هم يستغلوا الفرصة ويستغلوا مشاركة النادل آلي في كأس الربطة اللي أعتقد بنسبة كبيرة محمد طبقا اللي احنا بنشوفه والأمور اللي بتدار أن الأهل يدي بنسبة كبيرة جدا فرصة كبيرة جدا للنشيء النادل آلي خلال مباراة هذه المسابعة أو المنفسات كأس الرابطة مجموعة من اللعبين المميزة محمد فقطاع النشيءين يعني النهاردة تقدر تقول يا محمد نوع أستعرضهم معك يعني فيه مصطفى مخلوف ده حارس 2003 فيه عبدالجواد عبدالرحمن 2003 يوسف شريف ورقفة خليل ومصطفى أبو الخير لعبة 2003 أيضا أحمد محمد شرية 2003 محمد أشرف 2001 أحمد أشرف 2001 أحمد سيد غريب 2001 محمد ياسر 2001 أحمد سيد عبدالنبي 2001 محمد مغربي واحد من لعبة اللي بنسبة كبيرة جدا يبقى من العناصر السية في التشكيل إن شاء الله كلها أمور مستر بيتسو مسماني يشتغل معهم مع اللعبين الأمور اللي تعرف بقى الجمل التاكتكية بعض الكروت الثابتة معظم اللعبة النهاردة اللعبة الناشئين بتحاول تثبت يعني تستغل الفرصة وتقدم نفسها لبستر بيتسو مسماني إن شاء الله خلال دقائق طبعا يتم إعلان القائمة للنادري اللي أعتقد يا محمد هي مش هتخرج عن الأسماء اللي احنا طرحناها سواء من اللعبة القدمة في فريق النادري أو اللعبين للناشئين ثم هتوجه الفريق في أحد الفنادق في المبيت استعدادة لمباراة الجونة إن شاء الله اللي تكون على استادر أهلي ويقى السلام في تمام الساعة الثانية والنصف بإذن الله كالعادة يا فاروق كل الجديد معاك وكل الأخبار الجديدة بنعرفها منك من خلال وجودك في تدريب الأهلي في ملعب مختار التيتش بالجزيرة كل التوفيق والشكر لك بالتأكيد شكرا زميل عزيز فاروق صلاح مراسل قناة الأهلي اللي كان موجود في ملعب التيتش ودينا تفاصيل مهمة جدا بخصوص الاستعداد لمباراة الغد طيب نروح للمشاركات والسؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة رأيكم في أداة المنتخب أمام نيجيريا ومن يتحمل الخسارة نروح لأول تعليق معايا أحمد سعيد الحلواني بيقول مسائل خير يا كابتن محمد مسائل خير يا أستاذ أحمد بيقول من وجهة نظري السبب هو الكيروش إزاي محمد صلاح مهاجم ومصطفى محمد وينج تريزي جي لاعب وسط ومحمد عبد المنعم مش باك كفاية اللعبة مش عارفين هي بتعمل إيه في الملعب ده مش مستوى منتخب حاصل على البطولة سبع مرات حقيقي الجيل الزهبي لا يتعوض يا كابتن محمد المشكلة مش في اللعبة بس الجهاز الفني وكارلوس كيروش تحديدا مش فاهمين إزاي بيشتغل بالشكل ده نجلاء فاتحي بتقول أسوأ أداء شفته للمنتخب من أول مشجعته كورا لاعبين مش في مراكزهم ولا في خطة ولا تاكتك واللاعبة كانت تايها لولا الشناوي كانت هتبقى هزيمة مزلة معاك حق فعلا يا أستاذ النجلاء يعني النتيجة الطبعية نقدر نقول 3-0 و4-0 للمنتخب الناجيري شاكر محمد بيقول توظيف خاطئ لللاعبين من كارلوس كيروش أكثر من لاعب مش مرتاح في مركزه المختلف تبديلات خاطئة في توقيتات خاطئة كان عنده بودلاء أفضل وينزلوا من بدري خطيئة بقاء مرموش الغير موفق ده جزء مهم طبعا وخروج مصطفى محمد المهاجم من تارجت بالتأكيد كمهاجم ورأس حربة مهم جدا أن يكون في هذه المباراة يعني تخيل أنت أول منزل زيزو طلع مصطفى محمد ده معظم أهداف مصطفى محمد لما كان في الزمالك كانت 99% من عرضيات أحمد سيد زيزو طيب فادي بيقول مسائل فل عليك أتوقع خطأ في التشكيلة والمدرب يتحمل الخسارة وتحياتي لك يا أصوص فادي وتحياتي لكل الناس اللي شاركوا معنا في الإجابة على السؤال كل الأراء منطقية وموضوعية وجمهور المصري يعني جمهور فاهم ووعي وعارف القرى كويس جدا بالطبع النتيجة كانت غير طبيعية لكن نتمنى توفيق الفترة القادمة بإذن الله إلى هنا بنصل في ختام هذه الحلقة من برنامج الترند بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة وبإذن الله نلتقي الأسبوع القادم في حلقة جديدة من برنامج الترند شكرا وإلى اللقاء